واختيار بالأولويات بقى هنا تقعد لجنة يقعد اقتصادين من العظام اللي عندنا يقعد يقولوا والله اللي احنا المشروع ده نقدر هيجيب لي دولار نمرة واحد هيجيب لي عمالة وبعد كده دولار ممكن نمرة اتنين او تصنيع مثلا مشروع تصنيع هيقوم الصناعة في مصر نمرة اتنين مشروع اللي ممكن خدمي بسيط مجرد هو مرحلة سيانة او تجميل اخليه تقالي تتواشرين ان شاء الله السنة جاي حضرتك تتكلم عن الامر وكأن هي دي المشكلة احنا عندنا موازنة وحنقلل من الفلوس اللي بنصرفها في المشروعات الكبيرة والمرحلها واحد اخر لا هي المشكلة الحقيقة في نظري ان انت عندك التزامات طبعا عندك ديون واقصاد ديون صح دول بقى ملهمش علاقة خالص بان انت لو قللت من ده او طفيت النور او فتحت النور ولا انا فهم غلط ليهم علاقة وثيقة جدا اولا حضرتك ليه لانه تنافس تنافس على نفس المورد الدولاري احنا اقولنا ان احنا عندنا في مصر مثلا بالمثال دولار صح وانا كملت في المشروعات المشروعات دي تتطلب مكون استيرادي صح فانا الدولار اللي موجود عندي لانا مخصصه عشان ادفع بيه مديونياتي اصبح عليه منافسة من مين من المشروعات من المشروعات حضرتك وصلت اللينك عملت اللينك بطريقة هيلة جدا اسألتاني وصعب السؤال فضل انت عندك فلوس للاتنين لا طيب ما ده الحكاية ده اللي ناصدي حضرتك ان احنا بس الاتنين مرتبطين يعني القراري هنا ما انا فاهم بس هو السؤال انت نحن على فاكرة هم نقولش اسرار صح هم نقرأ التقارير بتاعت السندوق والتقارير بتاعت البنك وتقارير بلومبول والحكومة بتعلم جذلك والحكومة بتقول فاحنا علينا كام مثلا من هنا الاخر السنة زي اي بيت صح يقول له والله يا حبيبتي احنا قصطنا لغاية اخر السنة الفين جنيه معانا كام منهم من الفين جنيه دول معانا امتين طب العجز ده وهي الكلمة هي الاقتصادية العجز الدفست ده العجز ده هندفعه ازاي هو ده السؤال المهم النهاردة الامر مش مشكلة بس لانه هذه دولة تعرضت لضربتين قاسمتين الوباء وبعديه الحرب الاوكرونية انا ممكن دي فعاليه ضربة ثالثة على فكرة ضربة جت لنا من قبل الوباء ومن قبل الحرب الاوكرونية هي عودة العاملين المصريين من ليبيا ومن سوريا وتصدير لسوريا وليبيا على فكرة دول الليبيا والسوداني عستاذ عمر 25% من صادرات مصر الافريكي وسوريا كانت مصدر تصدير همي جدا على العديد من الشركات المصرية فاحنا ضربنا قبل كمان ضربتين دول في دول تلت دروبوت اه السواء